سبت أموت لأتجرب سرعة لمراد وبيتعمل حاول أفتح الباب لكن ما بيفتحش معايا مراد أنا جيالك ما تخافش يا مراد حدي أفتح الباب وفعلا جي راجل وفتح للباب والنور اشتغل تاني وبعدين لقيت مراد قاعد جنب السرير وعملت رعش من غير ولا كلمة ولا حتى دموع قربت منه قلت له يا مراد أنا جنبك خلاص مفيش حاجة لكن هو فضل ساكت زي ما هو ما بيردش علي مراد يا مراد رد علي ملك بس الله يخليك يا مراد رد علي هو برضو ما بيجيش منه أي رد سبت أطلع تجري على سلام وبقت عملت رجاه الحاني أرجوك مراد ما بيردش علي خالص شفت بقى قلت اسمع الكلام اهو تعب اهو اتصل يابني بالمصحة لا لا هو مش هيمشي من هنا هو بعد كده سلامش أقول لواحد من رجالته عشان ياخدني بعيد هو مراد بيروح المصحة هو أنا محبوسة في الفيلا ومش عارف أطلع منها عشان خطر أروحل وأطمن عليه وبعد ساعة سلام كان قاعد في المكتب بتاعه والبنزجار دي بتوع كلهم برا هو أنا كنت بصة من الشباك وأنا عمال أبك بحرقة على مراد وفجأة شفت حاجة صدمتني شفت بابا هو بتسحف في الجنينة وكان بيحاول يدخل الفيلا ولما بشوفه بفضل أبص عليه شوية وبعد كده طلعت أجري واستخبت في المطبخ طب إزاي طيب شيري عرفت منين أنا ما قلت لهاش على أي حاجة طب عرفت إزاي طيب ممكن يكون عمر عمر لا 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 في حاجة غلط وإزاي ياسمي يعني هتكون مستنيا وتقولي هتستنياك عشان أروحها وشيري وقتها كانت كويسة إيه اللي تعبها فجأة معقول يكون أنا فهمت غلط رغم اللي شفت بعيني وبعد كده قمت بمكاني وخرجت برا البيت كله وكان لوقتي متأخر هو أنت إيه اللي جابك يا عمر هو أنا مش قلت لك مليون مرة ما شفش وشك ده تاني شيري لتلي كده وهي موقفاني على الباب ده أنت هتشوفيني في كل ساعة وفي كل مكان وهشام اللي خطبك ده زي الغبي هيعرف كل اللي انت عملتيه ومش هو وبس لأ وياسمين كمان صعبان علي قوي مش هيصدقك ومش بعيد يطلب لك البوليس يا ابني هشام مستحيل يبعد عني ولا يصدق فيه حاجة ومن غير مشاري ما تاخد بالها خليتها بتتكلم وبعدت رسالة مسجلة على وصاب لرقم هشام هو من قلبان هو مش هيصدق لما قلوه انك انت اللي ادتيني البرشام عشان خطر ادقولها هو انت اللي خليتها تقعد في المكتب بعد كل ما الموظفين ما مشوا ولا لما خليتي روح معاك البيت عشان اخد انا رحت معاها هنا هيبه هيصدق ولا ايه يا حرام صعبان علي خالص ما فيش دليل واحد على كلامك ده طيب هاتلي شاهد واحد حتى ولو على انك عارف اني خدت هشام ومشيت عشي خاطر تعبانة فسهلا يعني ان احنا نقول ياسمين قالت لك ولا ايه امشي يلا بدل مطلوب لك البوليس ومرة واحدة انا بكلم عمر اللي قيت هشام جاي من بعيد فضلت عمالة سرخ ومسكت في عمر وعادت اقول الحقوني ايه بد عني يا حقير ايه ده هو في ايه انت الجنانتي ولا ايه وفاجأة لقيت هشام جاي وامسكني وفضل يضرب فيها استخبت ورى ظهر هشام وفضلت عاية وقوله الحمد لله الحمد لله ان انت جيت يا هشام وليك عين ان انت تجي هنا كمان انت لازم تعرف كل حاجة يا هشام واول ما عمر ما قال كده رحت مسكة فازة وضربته على رأسه وايه على الارض على طول ايه ده انت عملت ايه خفت منه يا هشام كان عاوز قلت له كده وبقت منهرة من العياد طيب خلاص خلاص ما تخفيش انا هطلب البوليس هخليهم يغضوه هقبل لعلك بسرعة قبل ما يفوق وبعد كده طلبت البوليس وفضلت قاعد معا لحد دم ما ييجي شاري هو انت عرفت منين اللي حصل بينه هو وياسمين هو اللي قال لي وكان عاوزنا توسط له عندك عشان خطر تسامحه ولما انا رفض ايجي النهاردة وتاني يوم الصبح في فيلا سلام الباب كان بيخبط وسانية رحت عشان تفتح فين سلام باشا في المكتب دياوها بلغ وبعد كده سانية دخلت المكتب وبعدها لينها عمالة تصرف جامد طلعنا نجرع لها جوه اللي انا سلام مقتول وقاعد على الكرسي طلع تاجرع على صوت السويت والدوشة هو بيت خايفة ومرعوبة مش عارفة هو فيه ايه ايه هو فيه ايه ببص قدامي اللي قيت سلام سيح في دمه وميت وعد الوقت والفلا كانت مليانة بالبوليس وبيحققوا مع كل واحد وشافوا الكاميرات ورفعوا البصامات وبعد كده لقيت الزبط بيقول لي انت مرات مراد اللي حول ابوك يقتلك قبل كده ايوة انا تعرف ان ابوك هيرم من السجن من يومين لا لا معرفش حاجة انت متأكدة ايوة طبعا وانا عارف منين طيب انت ما شفتهوش وهو دخل الفلا هو دخل الفلا ايوة وفي نفس الوقت اللي اتقتل فيه لقاتيلي طب وبابا هيقتله ليه يعني هو انا قلت انه هو اللي قاتل لا بس كلامك معناه كده هو المتهم الاول هو لسه هنشوف البصمات اللي على السلاح بس ياريت لو شفته في اي مكان تبلغي عشان في الغالب هو كان جاي قتلك انتي حضر هبلغ اما بقى في المكتب شير بكل خبسة قالتلي هشام انا عزفة اوي هشام على كل اللي حصل خلاص اهو اخد جزاته بس كان لازم تقوليلي لما عرفت بحكايته مع ياسمين مش تروحي وتقوليليها هي ان انا اللي قلتلك اول ما قلتلك كده عادت تعايط وقالتلي كنت عوزها تبعد عنك او مترجعش دي ما تستهش تكون هنا بعد اللي هي عملته انا اللي قلتو كون هنا ولا لأ اسفة او امري ما هخب عنك حاجة تاني خالص خلاص اتفضلي على شغلك حاضر ياسمين تعالي عايزك يوه نسيدي ما جاتش او بعد كده لقيت الموبايل بتاعي بيريني هقالو يا استاذ هشام او حضرتك اتأخرت ليه في بعض التصاميم الخاصة بالمطعم بتاعنا اسف جدا هبعتلك حالا صور التصاميم على الواطس مع السلامة وبفتح الواطس عشو خاطر ابعتهم اللي قيت رسالة جايلي من عمر عمر ويا ثرة ده بعتلي ايه لما نشوف وبعد كده فتحت الرسالة ولقيتها تسجيل بيشتغل وبيكون حوار داير ما بين عمر وشري اتصدمت من اللي انا بسمعه وحستت دي ايه انا غبي يعني يعني ياسمين ما عملتش حاجة اوه يا ولادل بقى انا تضحكوا علي كده معرفتش توصليلي من زمان فاتخلي ياسمين كبش في ده ماشي يا شري هسويك على نر هادية وخليك تشوفيه شام الوحي شلو عمرك ما شفتيه بس المهم دلوقتي ياسمين دلوقتي انا هقول لها ايه واعتذر لها ازاي بعد اللي انا عملتوا معاها ده اوه لو بس تقوليلي مالك الايام دي يا ياسمين مفيش يا ماما مالك يعني ما نكويسه مش باي وفجأة الباب يخبط ايوة جاية هو وبعد كده روحت عشان افتح الباب وسبتي ياسمين قعدة ويحط قضيها على خدها اهلا اهلا يا ابني اتفضل متشكر جدا يا طنت عامل ايه بخير يا ابني كنت عادة صرحانة وعمالة عد في الرز بملل وقومش دريانة باي حاجة بتحصل حواليه اول ما دخلت وليت ياسمين قعدة كده وصرحانة روحت عادة ع الكرسي اللي جنبها وقلت لها ووصل كامل عد ها ها انت ايوة انا ممكن بقى اعرف انت مجيتش الشغل ليه مش عاوزة اشتغل هو ايه اللي حصل بس يا هشام مالها يا سمين من كم يوم وهي على الحال ده هو في زعل بينكم ولا ايه اقول لها بصت له اسكت واستنيت ان هو خلاص هيقولها على كل اللي حصل زعلنا يا ستة عشان ضيعت شغل مننا ما انا كنت حكتلك قبل كده بس ايه بقى من نوع اللي بحب يطول المشكلة ما خلاص بقى يا يا سمين هو انت هتفضل كتير زعلان على الشغلان دي اذا كان صاحب الشغل بذات نفسه مش زعلان مش زعلانة خلاصة هو بس عمتا انا مش هروح تاني والله مش بمزاجك انت هتيجي معايا اجيب منين سكرتيرا دلوقتي ماليش دعوة انا مش رايحة في حتة يوووو لا كده بقى مش هينفع ممكن عصير يا طنت عشان فرهدت من الحر ومن بنتك حاضر يا ابني يا سمين انا الاخر مرة بقولك ان امت لو سمعت اللي حصل هتروح فيها واخلاص بقى وما تخلينيش اخربها ودلوقتي هو انت فاكر يعني ان انت لما تبتزني ان هاجي معك طب ايه رايك بقى ان انا اللي هقولها وقدامك كمان ما وما الحيتش انادي عليها وقال حطي ايده على بقي اوعي انا بقولك هو هي مش هي دي الزلة اللي انت بتبتزني بها طب انا بقى هقولها ياسمين تعالي معايا واقعدك ان انا مش هزعالك بس بجد مش هينفع نبتلم هنا مش مصدقاك انت ندل اصلا ماشي يا ستي ندل ندل بس تعالي معايا بقى ماشي اما نشوف اخرتها اما بقى في المصحة فمورات كان قاعد على السرير بهدوء تام وبتدخل عليه مي اول ما بيشوفها بيغمض عينه انسي اهل لي جابك امشوا ما تجيش هنا تاني انا مش عاوز اشوف حد قعدت عيات وقلت له مات مين فدلت عمال عيات وما ردتش عليه مي من اللي مات ما تتكلمي ماتعذريش بقى هو انت فاكرة يعني ان انت كده تريحيني وهفرح يعني فدلت عمال عيات وما ردتش عليه ماتبطلي بقى هو قمت بسرعة بقيت عمالي حاول افتح الباب بس ما كانش بيتفتح هو ما بيفتحش ليه ده مورات خلاص ايه ده هيفتحه دلوقتي هو انت بتعياتي ليه ها هو لسه عايش اه لسه عايش بس هو بيحب يعزبنا وانا هوريك ان هو عايش بس هم يفتحوا الباب قال لي كده وبعمالي خبط في الباب عصبية جديدة افتحه افتحه لكساره قربت منه وبقت بحاول انا هديه هيفتحه والله خلاص انت مش هتيجي هنا تاني وما فيش بيبان مقفولة تاني ولا قوة ضلمة وقاول ما قلت له كده لقيت عمالي عيات زي الاطفال وقال لي مش لازم يموت يا ماي انا عمر ما حست بحبه ازاي يعني يموت قبل ما حس بيه هو مش كان لسه عايش مبرح خلاص يا مراد استهدى بالله مش كده انا عاوز اطلع ودلوقتي حالا وقاول ما رحت الشركة انا وحشام لقيت الشركة فاضية تماما هو فين الموظفين انا مشيتهم النهارده اجازة اول ما قال لي كده قلقتي جدا طب وجايمني ليه طالما اجازة مفيش اي حد في الشرك ومرة واحدة لقيت هشام بدأ يقرب ناحيتي والحد هنا بتكون خلصة حلقتنا استنوني في حلقة جديدة بأحداث جديدة وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل قصة جديدة